جماعة اليوم راح تكلم عن إيش اللي أتوقع على المدى القصير للبيتكوين فرح تكلم هنا عن بعض الإتشارتات والأشياء المهمة اللي لازم تعرفها عن البيتكوين والإيثيريوم وكمان الأسواق التقليدية مرحبا بكم مرة أخرى يا سينا نصور وقدم لكم فيديوهات عن المترقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جد على هذه القناة سووا سبسكرايب وفعل الجراص الآن وجماعة قبل ما نبدأ لازم أعطيكم هذه الفرصة دخلت في شراكة مع الأوكي إكس هنا راح تقدروا تشوفوا يا جماعة أنه لأول 250 مشترك راح يعطوا 50 دولار والشروط موجودة هنا تحت لازم تدخل إيداع بقيمة 300 دولار وتحط معلوماتك الشخصية اللي هي الـ KYC وكمان تدخل بصدقها على الاسبوط حتى ولو بـ 10 دولار وبعد كده راح يتم إيداع المبلغ إلى حزابك وكمان في الحقيقة تقدر تطلب بونس بقيمة يعني أو إلى ما يصل إلى 10 ألف دولار على الأوكي إكس هنا بجانب الـ 50 دولار هذا فهذا العرض هنا يا جماعة فقط لأول 250 مشترك فإذا لسه ما عندك حساب في الأوكي إكس فتقدر تسجل فيه عن طريق هذا الرابط الموجود تحت في صندوق الوصف علشان تستفيد من هذا العرض هذا العرض يا جماعة زي ما قلنا لأول 250 مشترك ومرة أخرى يا جماعة الشروط فقط أنك توضع 300 دولار وتدخل في صفقة أقل شيء صفقة تكون بـ 10 دولار مش لازم تدخل بصفقة كبيرة يعني تقدر تدخل بصفقة قصيرة وتخلي هذا الفلوس في الحساب وتحصل على البونس طب جماعة الآن خلونا ندخل هنا في البيتكوين ونشوف إيش اللي قاعدين نشوفه هنا على فريم الأربع ساعات نقدر نشوف يا جماعة أنه حاليا نقدر نشوف هذا الترند اللي هو قيعان مرتفعة في البيتكوين وهذا يعتبر شيء رائع نقدر نشوف أنه في عندنا قيمة مرتفعة هو قيعان مرتفعة فأهم شيء الآن يا جماعة أنه إحنا كمان كسرنا فوق هذا الخط البني اللي هو عند 24500 دولار وأول شيء حصلنا هنا على محاولة هنا وحصلنا على هبوط وحاولنا هنا كمان مرة أخرى وحصلنا على هبوط والآن هنا قاعدين نحصل على المحاولة الثالثة واللي نشوفه الآن أنه إحنا قاعدين نشوف الدعم من عند هذا الخط البني هنا في الأعلى فهذا شيء جيد ولكن جماعة كل ما قفلنا فوق هذا الخط بفريم أعلى كل مكان أضمنه كل مكان أفضل فمثلا إذا رحنا هنا على الفريم اليومي رح نشوف أنه إحنا لسه ما قفلنا فوق هذا الخط البني نقدر نشوف هنا أنه في السابق حصلنا فقط على ذيل داخل هذا الخط وهنا مرة أخرى حصلنا على مجرد ديول علوية هنا داخل هذا الخط وهنا الآن لسه ما أقفلنا فوق هذا الخط فرح نشوف اليوم إذا قدرت هذه الشمعة أنها تقفل فوق هذا الخط أو لا إذا حصل هذا الشيء فهذا راح يكون الشيء رائع جدا لأنه هذه راح تكون أول مرة نحصل فيها على إقفال يومي فوق هذا الخط البني عند 24500 دولار منذ فترة طويلة على فريم الأربع ساعات نقدر نشوف أنه حصلنا في السابق على إقفال فوق هذا الخط البني نقدر نشوف هذه الشمعة هنا أقفلت فوق هذا الخط البني ولكن هذا كان على فريم الأربع ساعات فإلى الآن لسه ما حصلنا على إقفال على الفريم اليومي وكمان جماعة نقدر نشوف هنا هذه الوجه اللي تكلمنا عنها في السابق حاليا نقدر نشوف أنه إحنا قاعدين نكسر فوق هذه الوجه للأعلى نقدر نشوف هنا كسرنا هذه الوجه في هذه الشمعة وحصلنا على الدعم الآن من عند هذا الخط في هذه الشمعة فعلى أمل إنه إحنا راح نحصل على ارتفاع من عند هذه النقطة الأعلى فهذا هو اللي يقترحه هذا النموذج ولكن كمان يا جماعة بنفس الوقت ممكن نرسم هذا الخط زي ما قلنا في السابق بتشكيلة أخرى هنا من عند ديول الشماعات هنا في الأعلى تكلمنا عن هذا الشيء أمس وقلنا إنه هذه الوجه أو هذه التشكيلة راح تحترم كلاها دول المستويين فيعني بهذا الشكل أو نفس التشكيلة اللي كانت عليها في السابق فخليكم انتبهين يا جماعة على هذا الشيء خليكم حضرين من هذا الشيء ولكن إلى الآن الأشياء ليس شكلة محترمة هنا في هذه الوجه طيب وفي شيء آخر عايز أورركم يا جماعة على الفريم اليومي إذا طلعنا خط الموفينج أفريج هذه هنا راح نقدر نشوف إنه حصلنا على رفض من عند خط الموفينج أفريج 100 أسبوع وإذا حصلنا على كسر هنا فوق هذا الخط وحصلنا على ارتفاع الأعلى فمستوى المقاومة اللي بعد كده راح يكون هو خط الموفينج أفريج 200 أسبوع على الفريم اليومي وهذا هو بالضبط المكان اللي حصلنا منه على رفض في المرة السابقة هنا في شهر مارس فنشوف هنا في السابق إنه حصلنا على كسر هنا للأسفل وحصلنا على رفض لما حاولنا إنه إحنا نرتفع للأعلى حصلنا على رفض هنا من عند خط الموفينج أفريج هذا الخط الأخضر اللي هو خط الموفينج أفريج 200 أسبوع فخليكم تذكرين يا جماعة هذا الشيء إذا حصلنا على ارتفاع هنا في البيتكوين فعندنا هذا الخط هنا خط الموفينج أفريج 200 أسبوع راح يكون مستوى مقاومة حاليا هذا الخط عند 33 ألف دولار صحيح يعني هذا المستوى لسه مستوى مرتفع من المنطقة اللي احنا فيها الآن ولكن يعني خلوا هذا الشي في بالكم اذا حصلنا على ارتفاع فراح يكون عندنا هذا الخط هنا خط مقاومة قوي واكيد انا كالعادة رح اخليكم على اطلاع فتأكدوا انكم تضغطوا زر الاشتراك وتفعيل الجرس الآن وبالكلام عن مستوى المقاومة جماعة فلسه في عندنا مستوى مقاومة قوي هنا من هذه القناة عند 26000 دولار وبصراحة انا اعتقد ان خط المقاومة من هذه القناة رح يكون قوي جدا ولكن الى الآن الاشياء لسه شكلها جيدة طيب واحنا عارفين يا جماعة انه يعني هذه فقط مسألة وقت الى ان نطلع ونكسر فوق هذه المستويات ويبدأ يحصل فيها البيتكوين على ارتفاع قوي جدا وانا كمان اراهن انه هذا الارتفاع اللي احنا فيه الآن يعتبر ارتفاع قوي ولكن هذا هو اصلا اللي احنا متوقعينه لانه جماعة احنا تكلمنا في السابق عن عدة مؤشرات وعدة شارتات تقول لنا وتوضح لنا انه قد وصلنا الى القاع وكيف انه مع مر الوقت البيتكوين رح يستمر بالصعود فحتى على الرغم من انه احنا الآن يعني قاعدين نحاول نستفيد من هذه التقلبات لانه البيتكوين رح يكون فيه تقلبات كبيرة للأعلى والأسفل الا انه انا بوليش جدا هنا في البيتكوين على المدى الطويل في رأيي انا اشوف انه لازم يكون عندنا تفاؤل كبير هنا في البيتكوين على مدى السنة او السنتين القادمتين فطيب هنا بالنسبةى الاثريوم جماعة نقدر نشوف انه احنا الآن فوق مستوى 2000 دولار فهذا يعتبر شيء رائع جدا حاليا في عندنا خط المقاومة هذا هنا في الاعلى عند 2880 دولار فاخليكم منتبهين لهذا الشيء طيب بالنسبة لتشارت الاثريوم مقابل البيتكوين هنا نقدر نشوف يا جماعة هنا على هذا الاتشارت انه احنا قاعدين نلعب مع هذا الخط او قاعدين عند هذه المنطقة هنا عند حافة الخط البني في الاعلى مهمة جدا وطبعا زي ما تسرحت في السابق جماعة هذا الاتشارت يوضح لنا فقط قيمة الاثريوم مقابل البيتكوين يعني هذا ما له اي علاقة بقيمة الاثريوم من ناحية الدولار فنشوف السابق جماعة هنا انه حصلنا في هذه المنطقة حصلنا على ارتفاع فوق هذا الخط البني في الاعلى ولكن في النهاية حصلنا على الهبوط هنا مرة اخرى واذا غيرنا هذا الاتشارت هنا وحولنا الى الفريم الاسبوعي فرح نشوف انه هذا هو الشكل إلى الآن طبعا يعني لسه ما أقفلنا شمع أو سبعية فوق هذا الخط هنا في هذه المنطقة في السابق حصلنا على دعم من عند هذا الخط ولكن في الأخير حصلنا على هبوط هنا في الإيثيريوم مقابل البيتكوين والبيتكوين تغلب على أداء الإيثيريوم مرة أخرى ولكن الآن الحدث الذي عندنا حدث المرج اللي هو الدمج الإيثيريوم هذا راح يكون حدث مهم جدا فرح نشوف جماعة هل هذا راح يكون فقط مجرد حدث اللي هو اشتري في الإشعاعات وبيع في الخبر فرح نشوف هذا مع مرور الوقت طب جماعة هنا بالنسبة للأسواق التقليدية الأسواق التقليدية اليوم راح تفتح في المساء فخليكم انتبهين جماعة لهذا الشيء أكيد إذا حصلنا على هبوط هنا في الأسواق التقليدية فأكيد البيتكوين راح يحصل على ضربة هنا للأسفل وبالتالي أكيد بقية سوق العنوات الرقمية راح يحصل على هبوط ولكن إلى الآن حاليا الأشياء ليس شكلها جيدة كمان في الأسواق التقليدية على ما يبدو الآن أن هذا اليتشارت أو هذا السعر عايز يرتفع هنا إلى خط المقاومة اللي بعد كده، اللي في الأعلى اللي عند 4,415 دولار فلنشوفه الآن يا جماعة، إنه في ردة فعل إيجابية من الأسواق التقليدية للأشياء الاقتصادية التي تحصل في العالم فلنشوف أكيد مع مرور الوقت يا جماعة، إيش اللي سيحصل لأن الوقت أكيد في صالحنا، إذا أنت داخل في العملات الرقمية الصحيحة، الجيدة، فإنت راح تحصل على ثروة هائلة جدة مع مرور الوقت وهنا جماعة، أرجع لذكركم، إذا أريد أن تحصلوا على الـ 50 دولار البونس، تقدروا تحصلوا عليها من هذا الرابط، رابط الـ OKX هنا موجود في الأسفل يستفيدوا من هذا العرض لأنه هذا فقط لأول 250 مشترك، فتأكدوا أنكم تسجلوا في الـ OKX باستخدام هذا الرابط، اودع 300 دولار، اطلب الـ 50 دولار البونس وبعد ما تحصل على هذا البونس، تقدر تتداول بالـ 50 دولار وتحتفظ بـ 300 دولار تبعك جماعة، هذا كان كل شيء عندي لكم اليوم، أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم في الفيديو القادم